رحت محكمة ومتهم اوكي رحت يما القاضي والقاضي تفهم الموضوع وطلعني هذا يمكن ثاني او ثالث وزير عراقي اسبق يعترف يقول انني اردت ان احقق شيئا لكن تم منعي من تحقيق هذا او ايقافي او اتهامي بسبب اني اردت ان اصنع شيء رح اعطيك مثل انا مربية سابقا وحاليا انا سنة 1997 صرت رئيس لجنة لتصنيع الادوات الاحتياطية للكهرباء كادت الكهرباء كادت ان توقع اين اصنع بالتصنيع العسكري ووزارة الصناعة وبالطاقة الذلية والقطاع الخاص اربع مفاصل خلال سنة حققنا ثمانية وسبعين بالمئة اعتقد من حاجة الكهرباء صنعناها محليا جئت وزير وزير كهرباء شو عند المفروض مو المفروض اصنع اثنين ثمانين خمسة واثمانين غير شوية اكثر اي وذاك الوقت شنت مدير عام اي مو وزير اي مو هي تلمنطق يفترض بالوزارة بالتي بالتي والتي صنعت اربعة ونصب المية فقط اربعة ونصب المية المفروض عن حال محكمة ليش ما صنعت ثمانين على اقل هسا ثمانية وسبعين سويها ثمانين شوية اكثر اي يعني لمحكمة ليش صنعت الاربعة ونصب المية خمسين قولتك رحت محكمة اشتكى عليها تاجر هو هو يستورد المواد اللي صنعناها وراح اشتكى قال الكهرباء قربت بسبب التصنيع وراحت محكمة ومتهم اوكي رحت يم القاضي والقاضي تفهم الموضوع وطلعني بس انت هاي السلسلة قبل القاضي هي هاي يعني يعني شكت يعني الى ان وصلت وخلاصت منو اللي سواها سواها واحد من الشباب الثائر الجدد اللي مايفتهم شنو القصة ولا يدري ولا داري بالموضوع اشتغلوا ويا الحظ وصار صاح القرار ولأسباب سياسية قام يكتب هسا الحجاج قاموا يكتبون التقارير هما ما يعرفون يسوون غير التقارير هما ما عدهم شي قدمو انت ليش اقول لك المهني المهني عندما يصير بمكان يختارون شخص مهني اللي هسا دا يسوي يحاول يسوي السيد السوداني المهني يلتهي بشغلة يظل يجيب هاي يود ذيك يعني يعرف يفكر هذا المو مهني اللي ما يعرف شي يسوي يقعد قاعد صافر شي قم يدور قم يدور مع الثرات طيب فيقوم وراها اذا عنده شوية نقص غير نقص غير راح فاسد صار يعني انت هذا اختلف كثيرا وصار فاسد يعني انت هذا يمكن ثاني او ثالث وزير عراقي اسبق يعترف يقول انني اردت ان احقق شيئا لكن تم منعي من تحقيق هذا او ايقافي او اتهامي بسبب اني اردت ان اصنع شي انا ايش افتهمت صح اه نعم انا تم تعويق عملية التصنيع من قبل التجار الذين يستوردون المواد اللي جرى تصنيعها مع العلم ان تصنيعها تم بخمسين بالمئة من كلفة استيرادها هاي طبعا انا جبت لك واحد من المعاو نعم ايكمل واحد من المعاوقات اكو معاوقات اخرى اكو معاوقات الاخرى يعني من كنت اقارن لك بين حالتين نفس بالسبعة وتسعين من اتكلم مع الكادر اللي معي الكادر اللي انا اديره كلهم يفهمون يفهمون ماذا اقول الان عندما اتكلم مع كادر امي جايبين فلان وفلان معينينا بمناصب وابدي اشرح لها من الصفر وكأنني علمه امية شو رح يصير انجاز احنا قبل 2003 لم اعمل مع شخص هو مسؤولي وهو قل من عندي فهما لم تحصل ولا مرة واحدة ولم يعمل معي شخص دوني اذا هو مماقذ حقه بالتدريب والضغط والمسؤولية بحيث واصل تارس مكانه بحيث انطيه راسل شاية هو يكملها هو باية اقل مني مو كثير هس الفوق كل تحتك بخربطة كل همنيا جاية اصلها اصلها من هاي المحاصصة اللي نقول عليها اللي يجب اصلاحها واللي هسا دي حاول يسويها السيد السوداني يريد يبني دولة يريد يسوي دولة تسلسلها صحيح وتراتبيتها صحيحة اشتركوا في القناة